اليوم فاز النادي الاهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد في زهاب دور السمانية من بطول الدوري أبطال أفرق تقدم للنادي الاهلي عامل السلية في الديئة 11 مراقل الجزاء وسجل حسين الشحات الهدف الثاني في الديئة 32 ثم ضيق الفارق للرجاء محمد زريدة في الديئة 45 مباراة شهدت طرد مروان هدهودي بسبب لمس الكرة قبل الوصول للمرمى وبعد كده احتسبت رجلة جزاء لعمل السلية أهضرها في الديئة 61 طيب ده الملخص التعريفي لهذه المواجهة ايه اللي حصل بقى في المواجهة دي؟ اللي انتهت منذ ثواني أقول لكم اللي ما تفرقش يعني الاهلي سيطر على المباراة طولا وعرضا أضاع العديد من الفرص السهلة واللي أهم من إضاعة الفرص السهلة أو الأسوأ من إضاعة الفرص السهلة هو القرارات يعني ممكن يبقى شي فرصة بس انت بتاخد قرار يضيع على فرقتك فرصة محققة لتسجيل هدف تمريرة خاطئة تصوية من مكان مش جيد عرضية من مكان مش جيد عرضية أصلا ضعيفة وانت عندك زيادة عددية انفراد ممكن كان يبقى محقق للنادي الأهل وما يحصلتش عشان تمريرة ما حصلتش في الوقت المناسب إضاعة فرص سهلة جدا بجانب إضاعة ضربة الجزاء الضياء عمر السلية المباراة خلصت اتنين واحد وبالمناسبة رجاء في ديئة تلاتة وتسعين جالوا انفراد كان ممكن يتعادل في هذه المواجهة الملخص إيه؟ الملخص أن الأهل النهاردة كان أمامه فرصة زهبية أنه يحسم السعود للدور القادم دور نصف النهائي فرصة زهبية إزاي؟ أنه كان ممكن يسجل أكتر من هدفين ممكن كان يسجل أربع هداف الشوت الأول لوحده كان ممكن يخلص أربعة أو خمسة الشوت الأول لوحده قبل ما نيجي للشوت الثاني للأهل فيه كان أقل رغم الزيادة الهجومية اللي كانت عند الأهل رغم الزيادة العددية في الفريق كله بعد طرد لعب الرجاء خسارة في رأيي النهاردة خسارة كان الأهل ممكن يحسم الأمور الأهل اتنين واحد هو فوز في كل الأحوال فوز فوز مهم ويقربوا خطوة لسعود النصف النهاية بس المبارات كازابلانكة طبعا بتبقى صعبة الرجاء على ملعبه بيبقى صعبة جدا هدف واحد يؤهل الرجاء وانت كان ممكن تحسم الأمور هنا المشكلة دي في الأهل بقالها فترة إضاءة الفرص السهلة القرارات الخاطئة في النواحي الهجومية فيه مشكلة فيه مشكلة نهاردة بير سيتاو كان في بس ما بيحسمش بأهداف رائع النهاردة أحمد عبدالقادر كان رائع وهتكلم على أحمد عبدالقادر كتير محمد شريف بعيد أفشة يعني ما صنعش الكتير لما نزل هو طاهر محمد طاهر حسين الشحات سجي الهدف بس برضو كان ممكن يعمل أكتر من كده في المجمل الأهل النهاردة كان ممكن يحقق فوز كبير نهاني النادي الأهل يفوزه النهاردة طبعا مليون مبروك للنادي الأهل الفوز النهاردة الفوز على الرجاء في حد ذاته فوز جايد اثنين واحد نتيجة عادية يعني فوز عادي كان ممكن يبقى أكبر من كده وكان ممكن يبقى حاسم تماما قبل مباراة العودة يوم من جمعة الجاية في كذا بلانك أنا بس اللي ديقني عشان المباراة لسه خلصانة اللي منديقني اللي قال النهاردة كان كويس كمستوى فريق كان كويس كان جايد جداً كمان مش كويس بس لما تبقى جايد جداً تحسن أمورك في المباراة اللي زيدا!. زهاب وعودة تحسم أمورك في مباراة الزهاب تستغل التواجد الجمهير الرائع النهاردة لجمهين النادي الأهل جمهين النادي الأهل النهاردة صوتها ماسكتش طول المباراة تسعين دقيقة الصوت شغال تشجيع شغال كان لازم الأهل النهاردة يستغل الصوت بتاع جمهيره ويحسم يحسم أنا بقولي النهاردة هو الفوز مش مؤلق أوي فوز في الأول والآخر فوز كده كده الرجاء هيبقى مطالب بالتسجيل في مباراة العودة والأهل يقدر يسجل كمان في المغرب عادي بس صعبت الأمور وطرت الدنيا يعني خلي الناس تبقى عدم تطمن لحد يوم الجمعة اللي جاي بقاعد مرتاح ومتطمن تتكلم عن مشجعين النادي الأهلي خلاص أنا تمام أنا صعط أنا مش مستني مباراة كزابلانكة وصعوبتها واستجامهير المغربية هتبقى الأمور أسهل بكتير لو كان نسجل الأهل النهاردة 3 و4 عدف ولكن مرة أخرى مرة أخرى في كل الأحوال مبروك للنادي الأهلي النهاردة الفوز فوز مهم جدا في مباراة الزهاب في دور التمانية قلت لكم هتكلم شوية عن أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر من نوعية اللاعبين اللي مش موجودة في مصر إطلاقا هتقول لي يعني عشان هو حريف ما فيه لعيبة حريفة في مصر مش كده لعيب الحريف اللعيب المؤثر اللعيب اللي عنده طاقات هجومية ودفاعية كبيرة اللعيب التمريرات وجيدة هو كمان نضج جدا وبقى يعرف إمتى يراوغ وإمتى يمرر الكرة إمتى يصنع هجمة إمتى يسجل أو يسدد برجله إمتى يخش يشارك كمان خد بالك من نقطة أنا لاحظتها النهاردة في أحمد عبدالقادر شارك فكورتين أو تلاتة براسو في النواحي الهجومية ودي نقطة فيها تطور لأحمد عبدالقادر فالنوعية المتكاملة دي أو الشبه المتكاملة دي مش موجودة في مصر مش موجودة كتير مهم إنه يحافظ على المستوى ده مهم إنه يطوره كل شوية عشان في الأول والآخر إحنا بصين كمان لمنتخم مصر النوعية دي مش موجودة نوعية اللعيبة الحريفة واحد ضد واحد مش موجودة إطلاقا في منتخم مصر مش موجودة سيد محمد صلاح لوحده كده على جنب السباق اللاعبين مش هتلاقي لعب يعرف يعدي واحد ضد واحد بكل المهارات دي لعب كده من نوعية حزم إمام ووليد صلاح الدين وأساطير الكرة المصرية من نوعية دي طبعا لسه بادري عليه لسه بادري عليه عشان يتحط في مصافهم لسه بادري بس أنا بقول إنه جاي إنه وارد إننا واحد من الأساطير دول نشوف تاني الكرة الحلوة الممتعة لعب ممتعة كل لمسة للكرة منه ممتعة جدا حلوة قوي حلوة قوي مزيكة مزيكة حرفية تسمع مزيكة وأحمد عبدالقادر في رجله الكرة حاجة في منتهى الروا مسماني في مباراة العودة مش ألانة عليه خد بالك مسماني في مباراة العودة مش ألانة عليه ها بيعرف يلعب المباراة الحاسمة دي المباراة اللي ممكن يبقى فيها بعض الصعوبات دي بيعرف يعملها كويس قوي المهم لعبة النادي الأهلي تبقى في أفضل مستوى وفي نقطة في منتهى الأهمية مش معنى إن أنا بلعب قدام فريق ناقص لاعب الرجاء النهاردة أهاجم بكل خطوطي أسيب الخط الدفاع بالشكل اللي كان حصل في نهاية المباراة دا عشان الأهلي يعلم فراد حقيقي حقيقي وشلق الشناوي وكان فيه ممكن كورة انفراد آخر بس اتحسب التسلل وهي تسلل بس لو اللاعب كان آخر نفسه شوية كان ممكن يبقى فيه أزمة للنادي الأهلي الرزق الهجومي أو المخاطرة الهجومية لها حسابات مش كده وخلاص ولعبة نادي الأهلي لازم تبقى ملك كذا النهاردة لاحظت تأثر واضح جدا وكبير في تشكيلة النادي الأهلي بغياب علي معلول علي معلول يغيب الفرقة كلها يحصل لها كثير من الخلل الهجومي والدفاعي هتقول لي ما انت لسه آخر الأهلي كان حلو النهاردة كان هيبقى أحلى لو علي معلول كان موجود بكتير أيمن أشرف أدواراً دفاعية عملوا بشكل كويس إلى حد كبير بس هجومياً مفيش مفيش علي معلول له تأثير هجومي مؤثر جداً في تشكيلة النادي الأهلي بشكل عام في طريقة لعب النادي الأهلي بشكل عام وعندي كمان ملحوظة مهمة مفيش فريق في العالم في العالم أي لعب بياخد فيه انذار بيخرج هي دي من أسالين موسماني الدائمة هو حر طبعاً وأسلوبه بس مش كل لعب بياخد انذار يخرج فيه لعبة ممكن تكمل ويتم التنبيع عليها أنها تهدى وتركز وتلعب عشان ما تكسرش تغيير مبكر اللعب أصلاً كان ماشي بشكل جيد لو أليو ديانج أليو ديانج خد انذار خرج ونزل بعده على طول حمد فتح بين الشطين مش كل لعب دايماً بتشوفوها مع عيمن أشرف بتشوفوها مع العبين كتير بس مهم جداً عدم المخاطرة أو عدم الاستعجال في التغييرات أو عدم القلق الزيادة يعني ما تبقاش ألان زيادة كل ما لقى بياخد انذار تبقى ألان أنه ممكن ياخد انذار تاني مش بتحصل كتير ولو حصلت ما هي بتحصل بس تستفيد منه أقصى ما يمكن لأهل النهاردة كان معقول جداً إضاءة الفرص السهلة جداً لازم مراجعة من موسيماني واللي أهم من كده القارات الصحية ترجمة نانسي قنقر